بدوره أكد وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني أن مياه الشرب ليست سبب حالات النزلات المعوية في أسوان موضحا أنه تم أخذ عينات من المياه وتحليلها ووجد أنها مطابقة للمواصفات تماما الحياة يمكن أننا بشكل تلقائي على مستوى الجمهورية كلها بيتم أخذ عينات يوميا من محطيات المياه سواء المآخص أو الروافع أو محطات التنقية والعينات تتاخذ من المأخذ من المياه نفسها اللي دخلها للمحطة ومن المنتج النهائي كمان اللي هو المخرج بعد التنقية والحياة يمكن خلال الرصد ما قبل رصد هذه الحالات استطلعنا كل النتائج الخاصة بالعينات والتقارير اللي موجودة ولانها هي مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية وبعد رصد الحالات برضو كسفنا الحملات بتاعة التقارير ونتائج من خلال الشركة القبضة واللميات الشورب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمية الشورب والصرف الصحي اتبع أيضاً الوزارة هو بيعد جهاز رقابي داخل الوزارة لفحص العينات بشكل عشوائي ومستمر كسفنا هذه العينات ولقينا أن المنتج برضو مطابق للمواصفات والمعايير بشكل كامل وأن الحياة المشكلة ليست في محطات المية تماماً